وانت بتلعب في الزمن ده كورة مع أصحابك في الشارع أو في نادي أو في ساحة صغيرة اتعلقت بالصحفة؟ لا في الوقت في السن ده لا لا لسه لا ما كان بعد شوية لما بتديرنا بقى نشوف الرايد ونشوف الدنيا بكتب ايه والكلام ده كله ابتدى الواحد يبقى بحريس على انه يقرأ ده هل تغييرك بقى تغير من لعيب كورة وتتمنى تبقى لعيب كورة وممكن تبقى افكر في الصحفة؟ ده في أيام من كله تربية رياضية كل أيام كله روحت هناك السيد عزة السعداني ربينا ديله الصحة والعافية كان موجود وهم الأناطر فانا كنت بروح هناك وبدأ ان انا روح اتضرب في القسم الرياضي بس ما عادش كتير بقى لانا في ربعة دات البتاع فاتخطفت وانت في مرحلة الجامعة لما دخلت الجامعة وطبعا دخلت الجامعة مع التربية رياضية كان سيد المعد عالي التربية رياضية جيت بقى قاهرة مين من زمالك اللي كانوا موجودين طبعا كان في الزمن ده كان فيه نجوم كتير قوي في مععة كوليتر في التربية رياضية اللي هو في الهرم واحنا كلنا خريج التربية رياضية في الهرم مين من زمالك اللي انت تفاكره مع السيد إبراهيم وانت شايفه كنت شايفه ان ده يبقى نجم من نجوم الكرة المصرية او نجم في اي لعبة من الألعب لا كان فيه نهزين يا كابتن مصطفى كان مولي انا مثلا كان دفعتي وعلى طول ده كابتن السيد عبد الله كان حدث لون المصري المصري وقناة لا المصري المصري او كان من القناة كان مولود نصر السيد نعم وكان مولود وابقا حنبتدي بقى حكاية الزاكرة او كان سمير مثلا من زمالك سمير محمد علي ايوه وكان طلع جنيدي الله يرحمه الله يرحمه كان في كرة سلة او كان طلع كابتن طلع تشيته في كرة اليد او كلهم ناس عزماء اكتر الناس من الاصدقائي كان كابتن امير الرفاعي اه طبعا امير الرفاعي او فالعضو من يصدرت الزمالي كلنا من الدول العربية اه عالفترة طويلة جميلة الله يرحمه يحسن الي اه سيد امراهيم لما دخلت لكلية تربية رياضية قبل من اطلع الفاصل السؤال ده قبل تخش لكلية تربية رياضية تاو انت في كلام حضرتك بتكلمني بتقول لي انا بقاهل نفسي وانا في كلية تربية رياضية حتى كان في التارير انك تبقى صحفي وحبيت الصحافة من خلال اه او عملك في كلية تربية رياضية دي كانت الفكرة في الوقتها في وقتها لما تروح بقى تعتمد سنين وفي حرب وحدوتة دي انت بتنسى اسم انت بتنسى انت قصتك داية مينين يعني قد تبقى لك الموضوع تاني خالص نعم يعني حتى كان فكرة انك انت انظر للمستقبل ما خلاص انت مش فاهم احنا كان اهم حالة في الوقت ده ما بتبصش حالة خالص انك انت الارض دي طبعا بس هو ده كانت القضايا بتاعتنا يعني فانت كل الحداد اللي مش قادر تفكر في اي حالة الا ده وده على فكرة انا عايز اقول نصيحة لأي شاب اقول لما يبقى فيه موضوع ده ما تكركبش الدنيا عشان ما تطلقباتش بنخلي دايما انا عندي مهمة هنا خلي تفكيري فيها انا مش عارفين هتنتي على ايه هلا انا حطلع منها صحيح ولا سيد انا حفكر في اي مستقبل حقدر ابص لي وانا معرفش ايه اللي حيحصل خلينا خلينا يبقى تركزنا كله في القضية دي انت راضي عن طفولتك اه طبعا كنت مبسوط بيها الحمد لله